السلام عليكم اخباركم ايه منورين دايما معي هنا في اليوتيوب وبسعد بيكم جدا وكالعادة في بداية كل فيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وذلك فضلا منكم بلا يدنى شك وليس امرا مني النهاردة زي العادة هنتكلم في اكتر من موضوعه لكن هنبدأ الاول بحسام الزيناتي حسام الزيناتي هو مدير لجمه المسبقات الشاب الدمس اللي يبدو انه فاهم في شغله وصريح صيبك انه هو بيقال انه بيتراجع يعني بشياكة عن جملة انه الافضل للدور الجديد يبدأ لك لانا ممتش كده وبتاع مع الكابتن شوبير لكن اذا ربما تكون رهبته من الجلوس مع الكابتن شوبير المهم من ضمن الكلام اللي قاله اتكلم عن فكرة الكاف وفتح باب القيد اللي الفي قرر وانا قلتلكم قبل كده انه قبل اربع سبيع من نهاية الدوري لحق للاندية انها تتعاقد مع لعبتها الجدل تمام لكن المشكلة اللي هو اوضحها وهي دي المشكلة اللي قد تصير المشاكل الرهيبة الفترة الجاية ايه هي انه مثلا انه لا يحق للاندية اذا تم فتح باب القيد بتاع الاتحاد الافريقي مثلا وليكن واحد اكتوبر وانتهى في واحد تلاتين اكتوبر في نفس الوقت الدوري من مصر لسه مكمل حتى مثلا سبعة نوفمبر ايه اللي هيحصل؟ قالوا ولا اي حاجة؟ المجموعة المقيدة هي اللي هتبقى مقيدة طب بالنسبة لأسفقات الجديدة تقيد لكن هتبقى بعد هتبقى في يناير ويلعبوا في يناير يعني الزمالك الاهلي مثلا اللي هو اعلن دلوقتي تعاقده مع طاهر محمد طاهر بعشرين مليون وغير مجافئاتهم اخرى مش هيلعب في افريقيا الا في يناير والزمالك اللي تعاقد راسيه مع المسلوسي مش هيلعب معه وبنقطة الضعف اللي الزمالك بيبحث فيها على انه يوقفها لالباك اليمين تبقى برضو في يناير في افريقش نفس المشكلة مش معقول يعني طب كل ده ليه يا استاذ حسام ما تقولي الحقيقة وتعترف انه الافضل لمصر وللاندية المصرية انه يبقى مفيش دوري وان الدوري الجديد هو اللي يبدأ وبالتالي السباقات الجديدة تنضمه والكل نادي بقى عاوز يجيب اللي عايزه ويرجعه لكن ان انتو تعملوا ده في استراتيجية انه يلا بقى بينا نشوف اللي نشوفه ونعمل اللي نعمله ما هو حد يش عارف حاجة ولا حد بيقول حاجة واصل الدولة اللي قالت صل الدولة اللي قالت فالدولة في الاخر هيبقى المنتخب اللي عارفين هتلعبوه امتى هتعمل ايه في بتاعت اكتوبر مباراة الدولية في اكتوبر الكاف لسه ما بلغوش بأي شيء والمفروض ان الكابت حسام بدري كمان بيطلب مؤسكر وقابليها في شهر سبتمبر هيبقى في بطولة افريقيا واذا ربما كمان يروح كاسعاء من عندها احد اللانديها المصرية كمان تلعب سواء الزمالكة او الاهلي لو صحد منهم فاز بالبطولة افريقيا كل ده وانت مش عاوز او عاوز تبدأ الدوري لو سألت الاهلي دلوقتي يقولك لا على فكرة ارجع تاني في هذا يعني وفي نفس الوقت انت استاذ حسام عامل ولادة متعسرة قيصرية يعني في جدوى الدولي كل ما تتكلم يقولك انا خلصت جدوى الدولي انا خلصت جدوى الدولي طب انت خلصته ازاي وانت مش عارف مطشط الزمالك في افريقيا امتى ولا عارف هو فيه اجندة دولية في اكتوبر ولا ما فيش كل ده وتقولك مخلصت جدوى طب انت ما اعلنتوش ليه نجم النجوم يقولك لا قصة الامر لسه عند الامين عند الاخوة في الامن والامن لسه ما بلغش طب انتانينا لغاية امتى ناقص اكتر من واحد وعشرين يوم متبقي على المفروض المعادل اللي انت بحدده ستة اغسطس وما فيش اي حاجة حصل ولا في جدوى الحصل وان الاستعادات اللي الاندية بتستعدها يا جماعة تبدو وكأنها استعادات الموسم جديد لموبرات ودية ومواعيد وكلها مع الدوري ممتاز لان الدوري لدرجة التانية لسه ما بدأش فحتى هيدقوا كلهم في مستوى واحد ودنيا وقصة وهيقابلوا بعض تاني في رسمي كل ده ليه عشان اتحاد الكورة مش عارف يقول للدولة المصرية اللي طلبت منه او اللي طلب منه معرفش مين يعني وزير الشباب طبعا يقول له يا كابتن يا فندم يا دكتور مش هينفع ده ضرر كبير رهيب على الكورة المصرية والاندية المصرية لكن انت الاسمعت بايه بقى الناديت فالناديت ايه ميتا فالاسمعت ايه انا مش فاكر الصياغة بالظبط يعني ايه المهم ان محد تسامع الكلام اللي انت بيتقوله طيب الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين اللجنة الخماسية بقى عشان ترضي ما هي برضو هي بتزعل فعافظة برضو يعني ايه تدي روح حلو كده كلمة حلوة نفس حلو تقوم راحة ايه تقول يا جماعة انه الخمس لعيبة الاجنبية اللي موجودة في اللايحة مستمرة وان اللايحة الجديدة اللي كان مفوت الطبق لن تطبق وبالتالي استقرار تام في نادي الزبالك واستقرار تام في النادي الاهلي يبدأ بقى يفكر يغير مين يحط مين من الاجانب يمشي مين يرجع مين يعني مثلا ازايك ممكن يرجع حبيد احداد ويمشي كسونجو مثلا لو مش بحتاج حد تاني او يجيب حاجات تانية فخلاص الامور بقت فيه خمس محترفين خمس محترفين اربع في ارض الملعب طيب وهي ايه؟ اربع محترفين واحد اللي هو شمال افريقيا وكمان الفلسطيني ومعرفش بقى هيضيف اليهم السوري ولا لا فممكن يبقى فيه سبعة اسمهم محترفين لكن هو اربعة محترفين ومعاك واحد سوري او ممكن يبقى واحد سوري ومعاك اكيد واحد فلسطيني ده كل ده ليه؟ عشان يطيب خطر الاندية عشان اللي مش عايزة تلعب لا مش رفض اللعب ما عندهاش يعني عندها مشكلة في انها تلعب الموسم ده يا جماعة نبدأ موسم جديد ولكن لا 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 خلاص هنراضيكو هنراضيكو اللعبوا بالاجانب اللي معاكو واشتغلوا بالأبيهم ونبدأ نشوف نهاية الموسم اللي جاي في نفس الوقت الفيفا بيقول انه الخمس تغييرات مستمرين للموسم القادم كمان مش بس بقية الموسم ده لا والموسم اللي جاي خمس تغييرات تمام ده ممكن يقلب مطشاط انت بتتكلم في خمسين في المية من اللعيبة اللي بتلعب في أرض الملعب تتغير سيبك من حالس المرمى عشرة في أرض الملعب ممكن تخرج منهم خمسة خمس لعيبة ده يدي جزء مهم من الفرص بلا قد نشكل الناس ونشوف وهل الأهل والزمالك والإسماعيل والاتحاد هيعمل الفكرة الخمس تغييرات دي من باب ان نشوف كل اللعيبة اللي عنده ويعتبر انه ده تراي موسم يعني موسم ابتدائي كده يجرب فيه اللعيبة ويديهم حسيات المباريات ويشوف هو ويستغنى عنهم ويستغنى عنهم كل الأمور دي يعني هدية من اللجنة الخمسية للأندية عشان الأمور تبقى كويسة نيجي بقى للنادي الأهلي النادي الأهلي بيعمل مناور أو أنا شايفها مناور انه هو بيطلع مجموعة من الصحفين المعتمدين عنده اللي بيطلعوا أخبار تكاد تكون صحيحة وما بتبقاش فيها أخطاء كتير انهم ينشروا خبر انه الأهلي قرر عدم التفكير مرة أخرى في باهر المحمدين وانه خلاص النادي الأهلي تفكيره في باهر يبتعد وانه مش عاوز باهر يكتفي بالقدر اللي عنده من المجموعة اللي موجودة وخلاص وانه ما بتظهر الأخبار اللي من نوع ده بالإشارات دي بيفهم على طول نادي الإسماعيلي انه الأهلي خلاص ما بقاش يفكر في باهر وباهر قبليها يقولك أنا خلاص ما عاوز أعود فكأن الموضوع دلوقتي خسارة للنادي الإسماعيلي وان الإسماعيلي دلوقتي هو عاوز به على فكرة باهر بس عاوز يبقى أعلى سعر بريب عثمان يعني يبحث عن أعلى سعر ممكن عشان يكسب به نادي الإسماعيلي فلوس لكن النادي الإسماعيلي عنده أنه كذا لعب عاوز يزبط وعاوز يشتري فمش هيضر يدفع بقى الرقم الغريب اللي الإسماعيلي طلبه خمسين مليون في اللاعب وده رقم كبير نفس الوقت يطلع من ضمن الأخبار يقولك لا ده رمضان صبحي هو الأولوية دلوقتي وليس بهر المحمدي والأولوية كمان التعاقل مع مهاجم أفريقي بعد التعديلات اللي حصلت فيه أو القرار الاتحاد الكرة باستمرار نفس الليحة بتاعة اللاعب المحترفين الموسم اللي فات وبالتالي الأهل يبحث دلوقتي عن مهاجم أجنبي تمام؟ فكل الأمور دي بتخلي ايه يقولك الأولوية بقتش البهر رغم أن أنا وجد نظر أن الأولوية الحقيقية للنادي الأهل هي بهر المحمدي ليه؟ لأنه هو محتاجينه عايزينه ليه؟ عايزينه من أكتر من اتجاه صفقة الزمالك بيفكر فيها صفقة جماهيرية الجمهور الأهلي بيفكر فيه وشايفه كويس فبتلعوا زيرده الجمهور ويقول أن أنا خدته من أنياب نادي الزمالك لكن بإطار أنه بالراحة شوية يعني ما تدفعش فلوس دي كلها وده وجهات نظر هدبان لكن أنا بقول لكم أن الأهل يناور مناورة واضحة وصريحة جدا 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 فيما يخص باهر المحمدي والتعاقد مع باهر المحمدي نعم الأهل يرغب في باهر المحمدي لكن هو مش عاوز بالفلوس والأرقام دي لو الإسماعيلي قلل الرقم بتاعه مثلا لتلاتين خمسة وعشرين مليون تلاتين إذا ربما الأهل يفكر وفكرة بقى أن الأهل بيرفع العرض وقصاد أردسفيلد الإنجليزي اللي بيبقى صاحب عقد رمضان الصبحي لتلاتة ونص مليون جنيه سترليني ده رقم مخيف وغريب وعجيب أن الأهل يدفعوا يجدعان أنتو دفعين واخدين من اللاعب ده ستة مليون جنيه هتراجعوا تلاتة ونص ده أنتو أصلا دفعين فيه أكتر أنتو هتدفعوا أكتر من مية وعشرين مليون جنيه أو مية وخمسين مليون جنيه عشان تجيبوا عقود رمضان صبحي في نفس الوقت أنتو كنت بيعين رمضان صبحي نفسه بموازية سبعين أو ثمانين مليون جنيه فكل الفلوس ده عشان رمضان ماذا فعل رمضان لايك ولا المصر ولا الغيرك هتدفع فلوس ده ومع ذلك جيب دفع الفلوس أنا مالي لكن أنا أتكلم على ده جزء منه إحضار إحضار للمال إحضار المال عام النادي نادي الأهل مال عام الفلوس اللي راحة جاية في لعب ده يعني أنت بتتكلم في إيه دفخات فيه سبعين هتدفع فوق السبعين ستتمانين مليون عشان تجيبوا ليه يعني ده معرفش بقى الجهاز المكاسب الحسابية هي بضي جزء من الملاحظات اللي بيحطها على الميزانية بتاعت النادي الأهلي ولا لأ لأنه هي مش مكاسب يا خسائر فيه تمانين مليون جنيه دفع وكده خلال الثلاث سنين فاتوا زيادة على موضوع فلوس رمضان نفسه اللي مجرجعتش كلها بالمناسبة اللي كان محجوز عليها الإيرتي كانت حاجزة عليها تمام فده المنورة ورمضان صبحي واللعب الأفريقي مفيش غر موليكا يعني بتاع مازمبي هم ده اللي الأهل يبحث عنه والرقبة الشديدة لفايلر وأنا أقول لكم فايلر عنه مش كويسة باجي دليل وهو اللي اختار باجي يعني أنا مش من الموديل اللي يعتمد وجهة نظر باجي ووجهة نظر فايلر في اختيار اللعيبة لكن هو ممكن يصيغ ده اللعب في ملعب وغير وما نشوف في عامل ده ما أصالحكم معه ولا ده طيب ايه الموضوع الأخير بقى لنتكلم فيه الزمالك والكابتن اسماعي اليوسف مبارح في قناة نادي الزمالك قال بشكل واضح ان الزمالك يبحث عن مهاجم أفريقش انه الاحتياج الوقت المطبقي لنادي الزمالك هو مهاجم أفريقش مين هو المهاجم الأفريقي الزمالك يبحث عن مين مهاجمين الأفريقين انت عندك دلوقتي من الأسماء اللي موجودة عندك قلب هجوم عندك كاسونجو لكن في الغالب مش هيبه مرتاحين ازايك مع عامل كاسونجو ومش يعني مش شايفين انه يؤدي الأداء المطلوب طب ماذا سيحدث التفكير في مين هل هيكونوا جون أنتوي مثلا من بيرامدز فهيشتري الزمالك جون أنتوي ودونجا وعبدالله بكري ورجب بكار من بيرامدز؟ ممكن لكن جون أنتوي في اللحظة دي يبدأ الزمالك يفكر فيه لو الفلوس المقابل بتاعه مقبول بالنسبة لنادي الزمالك لانه صاحب خبرة في الدور المصري صاحب أهداف في الدور المصري عارف الدور المصري الزمالك هو قناص برضو محترم وفي نفس الوقت إزايك هيبدأ من دلوقتي بيبحث عن مهاجم أفريقي بالفعل وطالما الكابتن إسماعيل قال كده فالأمور خلاص يبدو أن كمان الزمالك على عين وقت على لعب من اللعيبة ونشوف الدنيا هتاخدنا لغاية فيلم من هو مين هو المهاجم للفلوس الجديد القادم لنادي الزمالك ده اللي هنعرفه خير الفترة الجاية بس خلي بالكم اللعيبة دي كلها اللي بتيجي دي سواء من الزمالك أو بتيجي الأهلي أو بتيجي الاتحاد أو بتيجي الإسماعيلي هتلعب مع بداية الموسم الجديد وهتم قيدها في نهاية أكتوبر تمام؟ شوفكم على خير دايما واشكركم ودايما دايما بسعب بيكم ولا تنسوا شكرا في القناة وزيك فضلا منكم وليس أمرا مني شكرا اشتركوا في القناة